برئاسة معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته الاستثنائية الأولى من دور العقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس هذا وتم خلال الجلسة الاستثنائية الموافقة على برسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل ناقش مجلس النواب في مستهل الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم 6 إلى الفقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى مرسوم الصادر عن جاية الملك والتوجيهات الصادرة من صاحب السمو ولي العهد جاء التتويج للتعاون المثمر الذي تم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لحماية الأيدي العاملة الوطنية وضمان استقرار السوق وتجاوز آثار الجائحة وعدم ترك أي آثار اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية على العاملين في القطاع الخاص الحقيقة كان إشادة كبيرة من أصحاب السعادة النواب لصدور المرسوم الملكي وجهود الحكومة للمحافظة على استقرار السوق واستقرار العمالة والأرزاق الناس الحقيقة في ظروف الصعبة وكانت النتيجة مثمرة وإن شاء الله تكون قصة نجاح وطنية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هذا وقرر المجلس مناقشة أربعين تقريرا للجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة والموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة الموقرة طبعا في البداية نشكر جلالة الملك المفدى على هذا المرسوم المهم الذي حافظ على استدامة وبقاء الموظفين العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ولله الحمد تم الحفاظ على عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص بعدم التسريح ومساعدتهم في دفع الأموال والمعاشات لهذا القطاع المهم والحيوي التي أعتقد الكثير من دول العالم تأثرت فيه وهذه من الأفكار التي استدامت فيها عدنا الخطط في الحفاظ على العامل البحريني وديمومة الاقتصاد البحريني في مملكة البحرين وكان من ضمن التقارير تقارير لكل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات ولجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة جلسة استثنائية في مجلس النواب عقدت ونوقش خلالها العديد من الموضوعات والمقترحات لضمان الانتهاء منها قبل نهاية الدور الحالي شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين